موسيقى النيابة العامة تؤكد أنها أصدرت إذنًا بضبط أحضار تسعة متهمين بينهم صحفيان لتورطهم في التحريض على أعمال عوف رئيس مجلس النواب علي عبدالعل في جوهانسبرغ لإعلان عودة عضوية مصر رسميًا إلى البرلمان الإفريقي ألاف المواطنين في الحدائق والمنتزهات للاحتفال بعياد الربيع وسط إدراءات أمنية مشددة موسيقى كيري يعلن من جنيف اقتراب التوصل لتهديئة جديدة في سوريا والجبار يحمل حكومة دمشق مسؤولية العنف في حلب موسيقى تحية لكم مشاهدين الكرام وكل عامل وأنتم بخير الرابعة بعد العصر في القاهرة نشرة إخبارية جديدة من قناة النيل مرحبا بكم أصدرت النيابة العامة اليوم بيانا أوضحت فيه تفاصيل القضية المتهم فيها الصحفيان عمر بدر ومحمود السقا الذين ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين مساء أمس في ضوء الإذن القضائي الصادر بضبطهما وإحضارهما وسبعة متهمين آخرين وذكر البيان الصادر عن مكتب النيابة العامة اليوم أنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية المشاري إليها فقد أصدرت النيابة في التاسع عشر من أبريل الماضي إذنا بضبط وتفتيش جميع المتهمين التسعة وتفتيش محل إقامتهم لتورطهم في التحريض على أعمال عنف خلال الاحتفال بذكرى تحرير سيناء أضف البيان أن المعلومات والتحريات أظهرت حيازة هؤلاء العناصر في إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم الأسلحة النارية وقنابل الملطوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية محدى بالنيابة العامة إلى إصدار إذن بضبط وأحضار الأشخاص المشار إليهم لاتهام القائم بالأوراق ومن بينهم المتهمان عمر منصور إسماعيل بدر ومحمود حسني محمد جاد وشهرته محمود السقة وأكدت النيابة العامة أنها هي التي تتولى التحقيق فيما سبق بيانه من وقاع ولذا فإن أي بيان أو معلومات تخص هذا الأمر يتعين أن تكون صادرة عن النيابة العامة وحدها وهو ما يلقي التزاما على جميع الأطراف بمراعاة ذلك فيما يصدر من معلومات حلصا على سرية وسلامة التحقيقات والنأي عن الدخول في منحا قد يؤدي إلى مخالفة القانون أكدت وزارة الداخلية أنه لم يتم اقتحام نقابة الصحفيين بأي شكل من الأشكال أو استخدام أي نوع من القوة في واقع الضبط وأحضار كل من عمر بدر رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية ومحمود حسني وشهرته محمود السقة وهو طالب ومتدرب بنفس البوابة وقال بيان الوزارة الداخلية أن المذكورين المقيمين في دائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية متهمان في قضية التحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد وأكد بيان الداخلية أن النيابة العامة طلبت الاستمرار في تنفيذ ضبط وأحضار المذكورين وعرضهما عليها بعدما ورد ما يفيد باختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين من جانبها دعت نقابة الصحفيين إلى اجتماع طارئ للجمعية العمومية يوم الأربعاء القادم بعدما وصفته باقتحام الأمن لمقر النقابة مساء أمس وأفاد بيان النقابة أن الجامعية العمومية ستدرس هذا الحدث لاتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه بما يحفظ كرامة المهنة ويصون حركة النقابة وقرر مجلس النقابة دعوة رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة والنقاباء وعضاء مجلس النقابة السابقين وعضاء مجلس النواب للتشاور فيما يلزم اتخاذه من إجراءات كما أشار المجلس في بيانها أنه في حالة انعقاد دائم ودعا إلى اعتصام مفتوح حتى انعقاد الجمعية العمومية وأضاف البيان أن هذا الحادث هو الأول من نوعه في تاريخ النقابة التي احتفلت منذ أيام بمرور 75 عاما على إنشائها واعتبرا أن اقتحام المبنى مخالف الدستور وقانون النقابة الذي ينص في مادة السبعين على أن تفتيش مقر النقابة لا يتم إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة وبحضور نقيب الصحفيين أو من يمثله كما قرر المجلس دعوة جميع المؤسسات المعنية بحرية الصحافة الاعتبار هذا الحادث هو العنوان الرئيس للبيانات الصادر عنها في مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة يبدأ رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال اليوم زيارة لمدينة جوانسبرغ بجنوب إفريقيا تستغرق عدة أيام على رأس وفد من البرلمان ومن المقر أن يلتقي عبدالعال أمام البرلمان الأفريقي ويلقي كلمة يدشن بها عودة عضوية مصر رسميا إلى البرلمان الأفريقي بعد ثلاث سنوات من الغياب وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف السفيرة مونة عمر مساعد وزير الخارجي الأسبق لشؤون الإفريقية سيدة السفيرة بعد تحية أهمية عودة عضوية مصر رسميا إلى البرلمان الأفريقي بعد غياب ثلاث سنوات وطبعا الأهمية تتمثل في تعزيز التواجد المصري في أفريقيا في كافة المحافل على مختلف مستوياتها ومختلف أشكالها فالبرلمان الأفريقي ده بيبقى متواجد فيه كل فرلمانات الدول الأفريقية وفود من كل فرلمانات الدول الأفريقية وبالتالي الاتصالات من خلاله من شأنها أولا تعزيز العلاقات الصنائية بالإضافة لأنها ستكون وسيلة طبعا لتعريف الدول الأفريقية فالأوضاع في مصر وشرحها بدل ما يكون في أي سوق فهم لما يحدث فيه نعم سيدة السفيرة ما هو تأثير غياب مصر عن البرلمان الأفريقي خلال الأعوام الثلاثة الماضية يعني التأثير طبعا هو أنه يعني تأثير على مصر مش على الدول الأفريقية الحقيقة نعم التأثير هو إحنا كنا غائبين وبالتالي محدش يعرف عننا غير اللي ممكن بتنصره بعض الإزاعات أو المحطات المضللة واللي بيقوم دي بعض طبعا العناصر اللي هي بتعمل في الزمان فإحنا كده دلوقتي سيبقى فيه ثواجد نقدر نحن نواجه كل ذلك ونقول للعالم كله حقيقي نعم سيادة السفيرة مونة عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الإفريقية شكرا جزيلا على هذه المدخلة وصل السيناتور مايكل ماكول رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواف الأمريكي إلى القاهرة اليوم على رأس وفد النظام عددا من أعضاء الكونجرس وكبار المساعدين في زيارة لمصر تستقرق ثلاثة أيام يبحث خلالها دعم التعاون ومواجهة التنظيمات الإرهابية ومن المقرأ أن يلتقي ماكول خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة وآخر تطورات الوضع في المنطقة خاصة الأزمات في سوريا واليمن وليبيا ومواجهة التنظيمات الإرهابية في إطار الاحتفالات بعياد الربيع استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة مئات المواطنين للاستمتاع بهذه الاحتفالية وسط إجراءات أمنية مشددة كانت الحديقة قد شهدت تجهيزات على جميع المستوات لتوفير خدمة أفضل للمواطنين في مثل هذا اليوم من كل عام يتجدد احتفال المصريين بعيد شم النسيم أو عيد الربيع حيث تتنوع مظاهر الاحتفال بهذا اليوم ما بين الخروج إلى الحضائق العامة والمتنزهات والاستمتاع بلقاء الأصدقاء وأكل البيض الملون والأسماك المملحة جئيني تفسح ونقضي يوم زريب في بلدنا الجميلة في الأمن والأمان ربينا أحملنا رئيسنا وكل سنوات طيبين جميعا انتهست فرصة عيد الأمال وشم النسيم وجيتها قد شم النسيم هنا في القاهرة من خطب الأجازة يعني فالحمد الله عن الأمور مية مية وتحية مصر كل سنوات طيبين وعيد سعيد وتحية مصر أنا بحب أقول لإخواتنا المساعدة كل سنوات طيبين وإحنا بجد إحنا فرحانين معكم والله وأنا جاءنا أرضي شارك إخواتنا الأباط وكده في عيد مغلوم كل سنوات طيبين وتحية مصر حديقة الحيوانة من أبرز وأهم المقاصد التي يتوجه إليها المصريون في يوم شم النسيم إحنا عارفين أن نشارك إحنا عارفين دايما يعني بالنسبة الكثير من الأسر زيارة حديقة الحيوان فكان عندنا استعداد من كافة الأوجو إذا كان راحة الزائر والخدمات اللي هو مطلوب يلاقيها بالإضافة للأمن إحنا طبعا فيه تعاون كامل ما بيننا وما بين مدرية أمن الجيزة تعاون كامل ما بيننا وما بين برفق الإسعاف أنا بحب أجي جنيه الحيوانات عشان أأكل الفيل وأكل الزرافة وأكل البط ووالعب أنا وأصحابي وربنا خلينا أحب أشوف الأسد والزرافة والفيل والإرد أحب أشوف كل حاجة إحنا بنحتفل شم النسيم يوم كده طرفية عشان إحنا موظفين لمعظم بالإيش يوم راحة فبنأخذ الأولاد نتفسع بيوم ونهويهم ونهويهم الاحتفال بعيد شم النسيم يعود إلى ما يقرب من خمسة آلاف عام فهو أحد أعياد مصر الفرعونية وترجع تسمية شم النسيم إلى الكلمة الفرعونية شمو وهي كلمة هيروليفية ومزبها عند قدماء المصريين إلى بعث الحياة في كل عام يتجدد اللقاء بين المصريين وعيدهم الأقدم عيد شم النسيم الذي يمثل متنفسا للمصريين كافة لاستعادة شاطئ والحيوية واستقبال أيام جديدة تحمل التفاؤل والسعادة والخير للجميع أمل صبري النيل ولمزيد من التعرف على حركة المواطنين في احتفالات عيد شم النسيم والربيع معنا مراسلنا الزميل حسام الدين عاطف من محافظة بورسعيد حسام أرجو أن تنقل لنا الأجواء لديك وصور احتفالات المواطنين بعيد الربيع والجهود التي تبذلها المحافظة والسلطات هناك لمشاركة المواطنين هذه الفرحة وهذا العيد تحيات لكم جميعا على قناة النيل الأخبار وحييكم من مدينة بورسعيد بالطبع أجواء احتفالية كما ترون القرى السياحية مليئة بالمصطفين وتحيات من بورسعيد على التعود على الاحتفالات الخاصة بهذا الموضوع كما تشاهدون الآن هذه إحدى الفرق الهندية التي ستشارك في مهرجان الهند على ضفاف النيل حضرت اليوم إلى بورسعيد للمشاركة في موضوع هذا المهرجان وستقيم بعض العروض في مدينة بورسعيد اليوم ويستقبلها السيد المحافظ سياحة بركي يعني معي اللواء عادل غطبان محافظ بورسعيد الآن سيادة المحافظ طبعا كل سنة وانت طيب بورسعيد معروفة باحتفالاتها وإحنا النهاردة كمان عندنا احتفالية تانية يريد تقول لنا أخبار احتفاليات بورسعيد ايه وايه الاحتفالية اللي بطلع معانا النهار لا هي بورسعيد على شعر شغالة في حالة فرح وحالة ناشوة كده ان احنا الحمد لله بنسوق بلدنا بورسعيد داخل على معترك سياحي عظيم وكبير جدا مشروعات التنمية اللي بتنمي في شلق بورسعيد رفعت من تصنيف مدينة بورسعيد عالميا واحنا ان شاء الله بورسعيد بتتحول دلوقتي لمدينة سياحية عالميا ان شاء الله وفي قال فترة ممكنة هشوف بورسعيد حاجة تانية بورسعيد بتتمايد موقع ربنا حباهن صحيح النهاردة في شام النسيم الناس جايين من اخر الدنيا من جميع حفاظات مصر ومن خارج مصر جايين بيحتفلوا بشام النسيم مبارح بالليل جميع مع حفاظات مصر وجميع الدول اللي هي بتحب وتعشى انها تقدى شام النسيم بورسعيد كانت موجودة عندنا والبورسعيد كانت عايشة مبارح ونهاردة في حالة عرص كده عظيمة وانا بشكر كل الزائرين موجودة في بورسعيد بلهم اهلا وسهلا بيكو فانا دقنا كلها مفتوحة قدينة بيها حتركوا احنا الاسعار عندنا ارخل اسعار موجودة في جميع المحافظات عندنا طبيعة ربنا حابانا بيها بحر المتوسط قناة سويس بحيرة منزلة تنوى في جميع اماكن السياحة بالاضافة ان عندنا كل اسبوع بيجينا من واحد الاثنين مركز سياحة بيشوف الدنيا كلها عندنا شكرا طيب سيادة المحافظ يعني فيه احتفالية النهاردة زيادة عندنا ضيوف من الهند جايين يعملوا احتفالية هم طبعا بيقولوا مصر كلها بس يعني ان هما يجوا بورسعيد ويقدموا للشعب البرسعيدي ثقافة جديدة لا طبعا بقولوا حضرتك حاجة الهند النهاردة منشرفيننا النهاردة بورسعيد لا ده كان من ثلاث ايام كان فيه مهارجان التبول العالمي كان موجودة بورسعيد كان موجودة عندنا من اندونسيا ومن تونس وقبل كده كان من تونس والمغرب والجزائر كان موجودة نشرفيننا النهاردة معانا لفرقة النوبة اللي جاي من النوبة شغال عندنا هنا بورسعيد وعرضت في القرالها للشعب العظيم لا بورسعيد بتاع عيشة اللي من دول في حالة احنا كنا موفقودان وبقول لكل ضيوف النهاردة كلصان طيبين وانتم مشرفين من اهل بورسعيد النهاردة وبرسعيد بتقولوكم اهلا وسهلا بيكم كل يوم اسمح لي ارجع لحضراتك تاني اه اعرفت من حضرتك عسوام عبد المونجي مدير لعلاقات ثقافية بصفارة الهند طيب فكرة ثقافة الهندية تعريف الشعب المصري بيها وانه هما يجوا يزور